السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد مازلنا مع قناة تفسير أحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه أيها الإخوات الكرام أرضا نتكلم عن تفسير رؤية الرأس رؤية الرأس قد تكون محمودة وقد تكون مزمومة فالمزموم منها أن هذه الرؤية رؤية الرأس المقطوعة تحديدا تدل على كيد الشيطان ووسوسته أو وسوسته للرأي وأحيانا هذه الرؤية للأسف الشديد الرأس المقطوعة تدل على موت رئيسك في العمل أو موت الحاكم أو الرئيس أو شخصية مشهورة أو مسؤول كبير أحيانا الرأس المقطوعة تدل على فصل الرأي من عمله أو خسارة تجارته ومع شديد الأسف أي شيء يقطع أي شيء يفصل رؤية مزمومة ومع شديد الأسف فمن الممكن أن يرى الشخص المسؤول الكبير ده هذه الرؤية طبعا الشخص العادي لو شفها ممكن تدل على موت مسؤول لكن المسؤول الكبير لما يشوفها تدل هذه الرؤية على العزل من مكانته أو من رئاسته ومع شديد الأسف رؤية الرأس عموما أحيانا تدل على الحرية حرية طبعا لأن الرأس تعبر عن الجسد والشخص اللي هو ليس حرا في بداية الإسلام ربنا صلى الله عليه وسلم قال عدق رقبة مش كده فأحيانا هذه الرؤية تدل على الحرية تدل على أن الإنسان سيخرج من القيد اللي هو عايش فيه مش موضوع عبودية ده كم مثال علشان نفهم المعنى فالإنسان ممكن يكون مقيد في أشياء يعني بتقيد في حياته فسوف يتحرر منها إن شاء الله تبارك وتعالى تظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته